تعرف حبائي هذه الكلمات مهمة جدا خلينا أعطيك خلفية تانية عن الموضوع المسيح لما تكلم بهذه العزة إذا المسيح أشبع خمسة آلاف رجل معد النساء والأولاد فإذا الحضور كان في تلك المنطقة ما لا يقل عن عشرين لتلاتين ألف نسمة اللي كانوا بيسمعوا هذه العزة شيء آخر بالنسبة لفلسطين فلسطين أرض صغيرة بالحجم مش كبيرة كتير وصفها الكتاب أرض جيدة أرض طفيدة لبن وعسل بسميها الكتاب فخر كل الأراضي وبيعطي التوضيح لأنه مش أفضل ولا أحسن من أي منطقة أخرى بالطبع أكيد بتوافق معاي بتقولي يمكن سويسرا أحلى وفي مدن كثيرة أو مناطق كثيرة في العالم أجمل لكن أنا أعتبرها أنه واحدة من أجمل بقاع الأرض يكفي أن نقول أنه الأنبياء مشوا على أرضها والرسل وأهم ما في الموضوع يسوع المسيح وحقا أحبائي لكل من يزور هذه البلاد ولسيما جبل التطويبات اللي بالنسبة إلي في مكانين بحبهم جبل التطويبات الذي يطل على بحير الطبرية والمكان الثاني بستان جثماني في مدينة القدس فبالنسبة إلي هذه المنطقة تعتبر منطقة جميلة جدا مزدهرة جدا طبعا الطبيعة صعب أوصف جمالها يعني بكثر هذا الجمال لكن رغم صغر هذه البلاد لكنها في موقع استراتيجي جغرافي مهم جدا فكانت تربط بين ثلاث قارات تعتبر الجسر بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وأيضا كانت السنتر كانت المركز للطرق الرئيسية في يمارس طريق البحر بين أرض ما بين النهرين إلى مصر قديما تلتقي في أواصل البلاد مع طريق ودي الملوك أو طريق الملوك ثم طريق العطور ربطت عدة طرق كلها في بعضها طريق طبعا اللي بيربط بين أورشاليم للشام قديما اللي مشي فيه بولوس الرسول هذه الطرق ساعدت لتسهيل كل الأمور على أي حال مش هذا موضوعنا موسيقى ترجمة نانسي قنقر